الناس كلهم بيسألوا عن كيف تحرق الجنة اذا كان في الراس اذا زول ملبوس بجني و الجني قاعد في الراس او في صدره اذا كان عاشق اذا كان اي حاجة اوريك اسهل طريقة ممكن تحرقوا بها لكن اول شي اتأكد انه فعلا هو ساكن في الجسم لانه كثير من الناس ما في جني داخل جسمه ممكن يكون عندهم مس خارجي وممكن يكون عندهم عين او حسد او سحر لكن اذا كان فعلا هو ساكن في الجسم جبزة زيتون كوباية صغيرة سخنة في النار خليها ما تغلي شريد كوب عليها ملعقتين صغار من الشزاب او السزاب او السدب او الفيجن اسمه او ملعقة معه من القصط الهندي مسحون والشزاب برضو مسحون وخليه يبرد وصفيه وأقرأ عليه الايات دي من صورة الدخانة 43 لحد 48 وصورة السجدة من 12 لحد 14 وصورة الحج من 19 ل 22 من الايات دي تقرأ عليه بيقين وبينية قوية جدا لترضه واذا كان معاند لحرقه وتعزيبه باذن الله سبحانه وتعالى هشوف النتيجة عجيبة كثير من الناس صمعوا الصراخ بتاعه كثير منهم شافوا انه بولع وبيحرق وكثير منهم استطاعوا النوم من شدة الم الشيطان في اجسادهم اسأل الله سبحانه وتعالى ياشفيكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة